اعزائي من خلال رحلة الميلاد منشوف انه الله سيد كل الاحداث وانه خطة الله هي محكمة منسجمة لخير الانسان وشفنا كيف الله اختار مكان متواضع مثل الناصرة واختار عائلة فقيرة مثل يوسف ومريم واختار مكان حتى يعيش في الرب يسوع المسيح ويترعرع في مكان وضيع ومتواضع ايضا هذه البشارة وصلت الى كل انحاء العالم لانها بشارة الخلاص بشارة بمجيء المخلص الرب يسوع المسيح والجدير بالذكر احبائي انه يسوع المسيح اللي منتكلم عنه هو حي هو هو موجود الى الان يتواصل ويتفاعل مع كل شخص بشاهد وبيسمع هذه الحلقة انا بدعوك انه انه تفتح قلبك في هذا في هذه الدراسة ولربما عندك معلومات خاطئة عن يسوع احنا شفنا كيف تمت انه بوات فيه وشفنا كيف كان البشارة بالميلاد العذراوي هذا مما يجعل يسوع المسيح شخص متميز شخص عجيب وشخص فريد ايضا اشتركوا في القناة